السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من جديد. معكم يا ابن محمد من قناة نهاردة يا جماعة في التعديس اللي نزل النهاردة بتاريخ تلاتاشر خمسة الفين واحد وعشرين. آآ نزلت حاجة جديدة جدا 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 في الرنزات. اول حاجة نفتح خانة الرنزات كده يا جماعة. آآ ونشوف ايه الرنزات الجديدة. ما في جد والله. في الرنزات جديدة نزلت. اول حاجة ندوس على اول حاجة نشوف بس الاول لو في رد نزل لأ ما فيش الازرق فيه نزل جديد. آآ لا ما فيش هو هو تقريبا مش اي جديد. انا معيش غير يعني التلاتة دول اللي مع معيش في الرنز اللي ازرق طيب ان شاء الله هاجبوه. طبعا ده تقريبا تلاتة البقى مش معايا. المهم يا جماعة. آآ فيه اتنين رونز نزلت دول طبعا يعني دول قدم حاجة نزلوا. او احدث حاجة دول كان نزلوا قبل كده على الموقع اللقبة كانت ربعة ميت دولار تقريبا. بحدش اشتريها غير اتنين تلاتة تقريبا في الجيم. وطبعا دولار ونزادك جديدة جدا جدا جدا. بس هو تقريبا مش مكتوب عليهم آآ لا مكتوب عليهم عشان هي بس من اصدماش. طيب بتعمل ايه يا جماعة? تعرفين طبعا اسكلات اللي هي بتاعة اللي هي بتكره الناس في عشيتها. اهي ده. شايفين? ده بتعمل ايه بقى شايفة اسكلة دي لو اي حد اضربك آآ وانت عمل اسكلة دي بياخدها خمسين الف وفش وعدل. عادل حرفيا يعني. طب دي بتعمل ايه بقى يا معلم لما تتجيب الرنزات دي وتلبسها بتقللك آآ لا هي كمان مش بتقلل يعني كمان بتديك فرصة مسلا ان عشرين في المية طبعا ليفل واحد لو ليفل تسعة تبقى سبعين في المية مسلا ان هي هتوقف لك الباك فاير. ان انت بتعرفش تستخدمها يعني في من ازاي? يعني انت بس لما تستخدمها هو ضربك انت ضربته عموما يعني هيوقف لك الباك فاير. وطبعا لو هي بلاس تسعة فاكيد اكيد هيوقف لك رسمي فعلا من نظمي. الشكل دي يا جماعة دي اللي انا مش فهمها حرفيا كويس قوي. لان انا بيقول لك ان في نسبة مسلا عشرة في المية. يعني اولي بس على ريفل تسعة مسلا تبعا ستين في المية. سبعين في المية. تمانين في المية. اين يكون النسبة الموجودة? الفكرة هنا يا جماعة بيقول لك ان ان انت لما تكون مستخدم الجاري اللي هو دي. شابهت ازاي? هيتحول لنطق تلقائي. يعني ممكن ما تدوسش على كنترول. يعني ازاي? يعني ممكن ما تدوسش على كنترول خالص. يعني هي هتحول تلقائي. النطق ده هيبقى تلقائي. يعني ازاي? ده هيبقى نطق تلقائي. مش هيبقى. يعني انت مثلا مش لازم تدوس كنترول. لا بالجاري ده اللي انت بتجريه هيبقى نطق تلقائي. والله هزي ما بكلمكم كده يعني هي موجودة. بس بقول لك بقى لو اللي قدامها هيجريها آآ راكب على الحصان او راكب على المونت. وهتشتغل لمدة اتناشر سنية فقط. الرونزاية دي بيش فاهمها كويس او يعني الناس اللي هي مسلا بتقدر تعرفها لنا اكتر يا ريت اي انا حسب الترجمة اللي بتقول عليها بيقول لك مسلا ان انت لما بتكون بتجري ده هتحولها لك لنطق. لو اللي قدامك راكب على حصان. دي اللي موجودة. فاعتقد ان هي يعني ممكن يقول لها لازمة. بش عارب بس معاش عارب بصراحة يعني اصلا هي الجاري ده هتحولو لك لنطق. طب ما ممكن اصد مسلا اللي هو بالحصان مسلا تقعد مسلا بالمونت تتركها بالمونت مسلا وتقلب لنط. والله زي ما بقول لكم دي اللي موجودة اخوان انا مش بجب حاجة من عندي. اه طبعا ما فيش تاني معايا منه. ان شاء الله هجيب منه تاني. ده كان شارحة الاتنين الرجزات اللي نزلوا بدا يا جماعة. حرفيا ده بترجمة حرفية بتاعتها يعني انا بترجمها لكم دي. دي طبعا معروفة بتاعت باك فاير. دي معروفة يعني انت شغل باك فاير. ضربك. او انت ضربته عموما اي حد فيكو هيوقفك الباك فاير. من ازاي? لا هو بس هو طبعا لو ضربك. يعني هي باين عليه لو ضربك. تمام هي لو ضربك. اه طبعا اهو اصلا انت لو ضربت يعني زي هي تلك الفاير لنفسك. لا لو ضربك. هتقدر تلغي لو ضربك هو هيقدر يلغي لك الباك فاير. واضحة يعني. اه مش عارف بقى يقدر يلغيها بالنسبة معينة مسلا يعني مسلا لما انت بتاقي تشغل الباك فاير دي. هيجي لك هيلغي لك اللي شغالة ولا وقفها لك خالص. بس حكيدة اللي شغالة يعني في من ازاي مش عارف بصراحة يعني الموضوع صعب شوية. يعني هو اه لحسب بيقولك زي ما اقولت لكم يا جماعة. هي من الاخر كده لو هو ضربك وانا بشغل الباك فاير ممكن ما تجيش في الضربة. من الاخر هيوقفها لك. من الاخر كده. جبت لك ابو نهاي. كان معكم يا ابن محمد من القناة طيون الكوكرا ما تشلقك للفيديو راشتراك للقناة ما تفيد زر الجرس. وطبعا الناس اللي هي تسأل عن الكسبو كل الاربعة لكسبو الميت مليون هتلاقوها رابط بتاع في الوصف. جريت لك لفيديو يا جماعة. واللقاء. واتتظرونا في صحيحات كتيرة جدا 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 ان شاء الله تعالى. إلى اللقاء.